موسيقى 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 بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين ناخد آية جديدة من سلسلة ارفعه الآية بيقولها النهاردة ربنا على لسان أشعية النبي في الإصحاح 37 وبيقول كده ارفعوا المعثرة عن طريق شعبي ارفعوا المعثرة عن طريق شعبي يعني ايه ارفعوا المعثرة يعني شعبي ده قطئ بتاعي بحبه وعاوزه كله يخدش السماء بس أوقات فيه حاجات بتكعبلوا في الحياة الروحية فعشان كده بقول لكم لازم انتم ككاهنة لازم انتم كرعاء لازم انتم كخدام وأسقفة تبعدوا العثارات عن طريق الشعبي يعني الكلام النهاردة للقيادة الكنسية أو للقيادة الروحية اللي موجودة في كل كنيسة في شكل الكاهن وأمين الخدمة والخادم أو حتى الدرجات اللي أعلى من كده يعني ايه ارفعوا المعثرة عن شعبي خلي بالكم من حاجة ربنا في العهد القديم كان حريس قوي ان يعزل شعبه عن بقية الأمم ليه؟ لأن ربنا عارف ان الشعب ضعيف وهيتأثر بعبادة الأمم فربنا أمر ان يبقى فيه عزلة صحيح اليهود فهموها بصورة من صور الذات والإفتخار الكذاب وما كانش دقاء قصد ربنا لكن ربنا كان عاوزي بيلنا قصده ان على قد ما نقدر نبعد أولادنا عن الخطر اللي في العالم مش هنقدر ناخدهم برا العالم لكن نقدر نحوط عليهم على قد ما نقدر وربنا طلب كمان من شعب بان إسرائيل ان محدش فيهم يحتفظ ولو بتمثال صغير تمثال كده من باب الزينة ممنوع ليه تمنع لأن كل الأمم كانت بتعبد التمثيل وكان يؤمنوا بالتفاقل والتشاؤف فممكن واحد يجيب تمثال وتاني يوم يكسب فلوس يقولك يا سلام التمثال ده من ساعة ما دخل بيتي أنا كسبه فابتده ينسب المجد المين والبركة المين للتمثال مش لربنا فربنا كان حريص قوي ان العثرة تخرج وخاصة إن ما فيش إنسان ما بيتأثرش إذا كان سليمان الحكيم اللي هو سليمان الحكيم لما تجوز نساء أجنبيات للأسف بخر للأوسان فخلي بالكم ارفعوا المعصرة عن طريق شعبي يعني أي حاجة تكعب الإبني أو بنتي أو شعبي بعيد عن ربنا لازم أشيلها من سجته علشان كده كان ربنا حاسم قوي مع واحد اسمه عخان ابن كرمي ونزلت آية كلكم حفظنا بتقول في وسطك حرام يا إسرائيل بسبب خطية واحد صغيرة تعتبر خلية سرطان واحدة ربنا سمح إن الشعب بتاعه تغلب قدام قرية صغيرة اسمها قرية عاي طب إزاي؟ ده إحنا لسه غالبين قريحة كبيرة يعني نغلي بالمدينة ونتكعبل في القرية آه لأن في وسطك حرام يا إسرائيل في واحد أنا قلت محدش ياخد أي حاجة من قريحة في واحد أخد حتة قطيفة وفيها حتة دهب وحتة فضة ودفنه بتاحت الخيمة بتاعته إيه رأيكو؟ إن أنا مش هنخليكو تنتصروا قال لما تطلعوا الإنسان دوت واتطلعوه برا الشعب خالص ويرجم كمان ليه يا رب كده؟ عشان بعلمكم إن كنتوا تاخدوا العثرة وترموها ما ينفعش في وسطك حرام يا إسرائيل ما ينفعش تقول عندي خلية سرطانية واحدة حتى لو كان حجمها ملي مكعب ما ينفعش ما ينفعش لأن دي هتموت الجسم كله يبقى في نقطة مهمة قوي اسمها اقتلع العثرة وبالنسبة لينا إحنا كخدام وبالنسبة إحنا لينا ككهنة لابد أن نقطع العثرة من الشعب يعني إيه؟ دي حاجة بقى لينا إحنا كخدام وكهنة إن إحنا على الأقل نحاول بقدر الإمكان نجاهد بقدر طاقتنا اللي اللي بنعلمه للشعب نعيش بيه اللي بنعلمه للشعب نعيش بيه لأن في أوقات كتيرة قوي تحصل عثرة إن لما نلاقي مثلا على سبيل المثال أبونا بيقول حاجة وعايش حاجة تاني أبونا بيتكلم عن التجرد وبيصيف في أوروبة أبونا بيتكلم على احتمال الظروف الصعبة والإنسان يسيب كل حاجة من أجل المسيح وراكب عربية 8 مليون جنيه الحقيقة ومن أجل الحق لابد أن نراجع عن نفسنا عايز أحكي لكم حكاية حلوة أولا أحد الأباء الأسقفة ورس من الأسقف المتنيح اللي قبليه العربية بتاعت المطرنين ودي كانت عربية من العربيات الغالية قوي وبرضو أبونا الأسقف المتنيح دي ما اشتريهاش دي جات له هدية من أحد أولاده اللي كان شغال في دولة من دول عربية بس من المركات الكبيرة اللي معروفة يعني فسيدنا الجديد مسك الأبروشية مكان سيدنا القديم وبقت العربية دي متاحة عنه أنا اللي حكالي الحكاية دي يعني حد يعرف سيدنا فالعربية بتاعت تتعب لأن بقالها 25 سنة مع الأسقف اللي قبليه أو 20 سنة فبتاعت تتعب فقالوله يعني مش أقل من إحنا نجيب نفس المركة سيدنا دا رفض قال لا أنا مقدرش أجيب المركة دي إحنا نجيب عربية ياباني أو عربية أي حاجة تاني أقبل أسعار المعقولة المتوسطة ولما تتعب بعد سبع ثمان سنين يحلها ربنا لكن أنا أجيب عربية تمانها أكتر من مليون أو مليون جنيه وأنا عندي ناس فقبروشيتي مش لقي يتاكل والرأي تتعالج هنام إزاي بالليل الحقيقة أنا لما سمعت الكلام دا حسيت بالفرح إن في ناس واخدة بالها من الشعب وفي ناس واخدة بالها إنها ما تأسرش الشعب صوروا مثلا لما كاهن يكون في افتقاد وعد يتكلم أنت صيفت فين يا أبونا السنة دي لا أنا خدت الأولاد وفرنسا وبعدين لفينا أوروبا ورجعنا وكان مصيف حلو قوي بس الأسعار غلية جدا يا أبونا هو دا شغلتنا هو دا حياتنا دا إحنا بنقول من أجلك أنه ماتة كل النهار الناس بتشوف والناس بتتعب فلازم نخلي بالنا لأن الآية بتقول ارفعوا المعثرة عن طريق شعبي ونكمل بكرة في آية جديدة آمين ترجمة نانسي قنقر